مرحبا بكم الناس الكل في قناة ايمال زهرات المطبخ التونسي يوم ان شاء الله بش حضر مع بعضنا ادبارة السابعة متاع رمضان غبت عليكم في ادبارة السادسة على خاطر ما طيبتش حاجة كبيرة به اول حاجة اليوم ان شاء الله بش حضروه هي الحلالم الهنا عندي حلالم عندي قديش ما طيبتش ممكن عندي لو تصدقوا كيف نقول لكم عندي بالك ثلاثة سنين ما طيبتش الى الحلالم كما نديت هكا قضية من تونس ومنهم مع تواسية الى الحلالم دون كل يوم ان شاء الله بش نعملها والحلالم اراني اكتر حاجة نحبها كيف تكون بالخضراء تكون تفاهب زيت خضراء دون كهكا عليش كما تشوفوا الهنا عندي بزيت خضراء قصية كعبة ماتم عندي الهنا الساقمة على كرافس عندي سفناريا عندي حومص عندي بصلة عندي مدربش نحبها دونك الهنا عندي الفول المص ثم نزيد العدس الى الحمر سعيده لذلك كيف تحب نزيده في الاخر بتبيعة عراط نجمة طيبوها بالحم و تنجمة تقصوا في كمية الخضراء اذا تحبه اول حاجة اخذت الطنجرة متاعي حتي بها شوية زيت زيتونة ونقلي البصلة متاعي بالطبيعة زيت زيتونة يجب ان تتقلع النار هادية كي لا تتحرق بسم الله نقليه هنا شوية لانكتلع ريحته بالنسبة للزيت حتي تقريبا 60 الى 70 مليمي تخطر بش نعمل امتع نهاريا وطوى بش نزيد الخضراء بش نقليها زيتا شوية بسم الله نقلي هنا الفول بسم الله نقلي هذا الفول مع بعضه كيف ما قلت لكم يا جميع عراني انا الحلالة منحبها خضراء صافية تنجموا طيبوها بالحم بالقرديد بالقرنيت فما زادة اللي يحب يعملها بالقرنيت انتو ما تتصرفوا انا نعطيكم الفكرة وانتوما اذا عندكم حاجة تحب تغيروها غيروا حسب الضوء متاعكم تتوى بش نحط الطماطم بسم الله اذا عندكم الطماطم لحطوا حطوا تقريبا مغفة كبيرة ونص اذا بش عملوا متعنهارين هاو قعينكم يزانكم عدلوا طماطم متاعكم بسم الله نتمنى الهنين خليل كيفا تتوى بش نحط الهروس الهروس وقال لك فلفل احمد كيف ما تحبوا هنا شوية فلفل اكحل الملح بسم الله وتوى بش نمرك بالماء سخون بسم الله هنا نحط شوية كركم وحكم الحلالم بالخضرة لا تسحق شبار شفاح بلكن نفوحها بشوية ثوم في اللخر وكهو كركم ملح في الفلكحل وثوم فيها الفبركة نغطيها ونجعلها تطيب في راحتها كي تعرفوا الخضرة طابت عندكم هاوكا ديما تتفقدوها على الماء بعديك في اللخر نرجع لكم باش نزيد مع بعضنا الحلالم كي تعرفوا لطباقة الثانية وان شاء الله برمجت باش نعمل لحمة محشية في الفور فما قل لي سماها بوليس مكتف وفما قل لي قلها لحمة محشية انتوكا كيتمشيوا للجزار هاوكا تبرمجوا اما باش تاخذوا ملحم العلوش بقري وقال العجل يقص لكم الهنا بالطول ولازم تكون اللحمة جويدة يقصها لكم طرف واحدة وقال لا ايجا تكون صغيرة مع انتها بطريقة هذية هاوكا تاخذوا زوزو قلة لافة باش نجموا معتها تلفوها بالقدار هنا عندي الحم اللي نستحق له بالنسبة للفاح هنا عندي شوية روس عندي الملح في الفلكحل عندي اكليل وزعتر الحم البقري ولا العجل اللي يحب بالقدار هنا عندي تابل التونسي وهنا عندي كركم باش نكمل الهنا الفخص عندي شوية روز ما نحب باش نكثر الروز هنا عندي السبناخ مقصوص هنا باش نزيد شوية فوصدق يا اما تحبوا تزيدوا الفوصدق اي نوع متاع فاكيا وتنجموا تكتفيوا بهذو ما اللي سميتها اول حاجة الهنا باش نخلط الافرحات الكل لك مع بعضها وطوى بسم الله نبدأ نفوح الحم الساعة واحد لازم يتفوح بالقدار قبل ما نحشيفه هكي هكي عليش خلط الافرحات الكل مع بعضها هكي هكي باش نتأكد الليلة فاح الكل لتخلف الحم هكي هكي وطوى نخو زوز طبي هكي 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 لازم نحاول اللصق الممليح باش الفخص ما تخرجش هكي 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 وطوى ناخو السبناخ متاعي اللي هني عصرتم الماء بتاعه باش نزيد علي شوية روز هكي بالنسبة للروز راني اخسلته لكن ما هوش مصموت هكي 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 وطوى نبدأ نوزحها على الحم الكل فما اللي يحط لك الفخص كان من هنا من هنا وبعديك يلفها نحس اللي الحم ما توصلوش للفخص الكليكو ما يتفوحش بالجداء انا نفضل اني نحط نوزحها الفخص على وجه المرسم على الحم الكل باش هكي نتأكد الفخص تجيني في الحم الكل بالنسبة للفخص يا جماعة هذه انا صدقوني من وحي اللحظة معناتها كيكة قلطاية سبناخ روز وشوية فاكية فصدق لكن اذا تحبوا تزيدوا مثلا تنجموا تبدلوا الفخص حسب انتو ما شنو تحبوا تنجموا تحطوا شامبينيون تنجموا تدفنوا حاولوا باش ناخو ملفوز تخليوا كما هو زادة بعدي كتو يتقص نوزح الوجهة نجموا تحطوا لوز نجموا تحطوا اللي تحب بالنسبة للتسكيرات بطبيعة نجموا تسكروها بطريقة هذية ما حسيت انه في القصان باش تجينة كثيرة هكي عليش باش ندورها باش تجين طويلة ونجموا بعديك نقصوها باكتر مرسوات بسم الله نبدأ من هنا فما اللي يعملها بالخيط الله غالبا ما عنديش الخيط اذا يكون عندكم الخيط التسكيره تكون بطبيعة اسهل ببرشة اللي هنا تردوا بالكم من فما الثانية هكي وطويلة باش نكمل بالبابيكويسان هذية وندور بالطريقة هذية ندور وننزل هكي هكي وطويلة ببابيكويسان بليتهم بالماء بالطريقة هذية باش كيف يلف المرة الاخيرة يتشدم لي حملية ما يتحللناش هكي ونعود ونقلو لكم لو جاء عندكم خيط تكون التسكيره اسهل وخير بالخيط نعود ناخد اللحمة نضعها هنا في الغسط ونعود نسكر بالطريقة هذية وطويلة باش نلفوا الاخيرة بمليح نسكر ونسكر من هنا باش تتشد لي بالكدير باش ناخده كوردون وقال لسيغ صغير ندخلها هكي بطريقة هذية هكي 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 الله غالب ملقيتش طريقة اخرى ناجم نسكر بها ومنحبش نستعمل البابيالي من يوم خطر الصوس اللي باش تخرج من الحم هذيك باش نستحق له باش ناخد الكوكوت متاعي بسم الله ناكل هنا الكوكوت متاعي وإلا تبق فور غارة المهم حاجة اللي تنجموا تدخلوا فيها اللحمة بتاعكم الهنا باش تكون هكي محصورة شوية وهو احسن رايكة تحصل هاليا كاك نزيد نتأكد اللي هي مش تتحل في الحالة الكل راي مزلت باش تتكمش باش ندخلها عشرين دقيقة الفور يكون سخون على ميتين درجة باش نغطيها عشرين دقيقة اكاها وساعة باش نحسها كتكمش وطوت كبست بالاجداء مع دفست تتحلي وبعديكة نرجع نوريكم باش نزيدها وطوخ ديت صحفة فيها الماء وليهنا باش ناخن نفس الفاح اللي فوحت بيه اللحمة المحشية نفس الفاح بالطريقة هذية وعديكة نحطوهم على الماء باش نعملها كسوس هي اللي باش نصبوها على اللحمة المحشية هنا زيت نباتي بسم الله نحركوا هذي الكل مع بعضو بسم الله وطوخ ناخد الكوكوت متاعي بسم الله بسم الله ما غير ما نغموها نجم نخليه حتى الاشتر وبعديكة نقلبوه دوري لكم هكا باش جيكم واضحة اكثر دونكي هنا نحرك هكا باش تتعدى الصوس مليح طوخ باش نعود نغطي عليه ونخليه يتيب في راحة منعقلوه على مية وتسعين درجة نجموه تخليه حتى ساعتين كاملين بالطبيعة دي ما تقلبوه يعني كل ساعة مثلا ايتيب منشيرة تردو بالكم السوس ما تنشحش اذا حسيتوها نشحة ولا حاجة هكا تزيدوها شوية ماء نجموه تطيبوه بالطريقة هذية دي ما تنجمو بعديكا تزيدوها براج بطاطا هكا تتحصلوا على شوية مرقة زعرة هكا تزيدوها زوز اطباق من طبق واحد نغطيه ونعود ندخله في الفور بالنسبة للطحلية اليوم ان شاء الله نقتراحها لكم بوزة بالبوفريوة واللبن وزات وفما اللي سميها بندق في بعض البلدان العربية اول حاجة تحضروا الكيسان بجداب نصبها في الكيسان هنا عندي ثلاثة الى اربعة ملاعق سكر ابيض والأصمر كيفما تحبوه انا مش نحط ثلاثة مغارف لاني نحبها ناكسة شوية سكر هنا عندي شوية عطرشية لاني نفوح بها هنا عندي زوز مغارف انشاء زوز مغارف كبار انشاء هنا عندي عجينة البوفريوة مزلت كيف رحيتها وحمرتها ورحيتها لانقررت زيتها بالطريقة هابي هنا عندي تقريبا 150 جرام بوفريوة تنجموه تستعمل بين ميتين الى ميتين وخمسين جرام هكيا نحطوها كسر هنا البوزة تنجموه تعملوها بالبوفريوة كيما تنجموه تعملوها بالدراع باللوز عملت لكم زيادة عامناولة بوزة تمرجة تبنين على الاخر واسنين نحب نعود منها اخترها بنينة وصحية مش نحلها في لترة حليب بسم الله نبدأ نصبه شوية ونحلها نحلها نحلها ونحلها نحلها السكر نستعمل إدرا إذا تحبوا تعملوا نصف إدرا هوكا تفضل مكونات لكل على ثنين وإذا تعملوا أكثر هوكا تبقوا تضربوا في ثنين بسم الله هتوا نبدأ نطيبها على نار متوسطة مع التحريف المستمر اللي مكتب عندي هنا كما تشوفوا البوزة متاعية يطابط وبدأت تعمل في الفقعات طوى بش نطفي عليها طوى نفوحها بالعطرشية نجم الفوحها بالعطرشية وإلا بالزهر طوى هي سخونة نبدأ نصبوها في الكيسان كما تشوفوا هنا القوام متاحة لا يوجد كيف قوام الكريمة وإلا العصيدة سوف أخف بوزة قليلا بسم الله وطوى بعد ما حتيتهم في الكيسان بش نحطهم في الفريجيدير وبالنسبة للزينة كيف نقدمهم بطبيعة كل حد وكيفاش يحبي عندها يقدم البوزة فم اللي يحبي يقدمها سخونة وإلا دافية وإلا باردة كل حد وكيفاش يحب ولهنى بش نعمل معاكم شوية ستيروناد اكس بخيص بحكم فم الحموس اللي قلت خليني نعمل معا شوية ستيروناد لنك لهنى خديت اربعة كعبات قارس قسيتهم نظفتهم من القلوب وخاصة نحيت القعمرة متاحة خليتهم كيف ما هوما بالقشرة متاحهم بش نصب عليهم بسم الله شوية ماء وبش نرحيهم كيف ما هوما وتوا بش نزيتها الباقي متاع اترة الماء اترة وزايدوا شوية هكا الهنى بش نطوحه بشوية فانيليا والهنى السكر بتبيعة حسب الضوغ الهنى بش نحطه السكر ونذوبه وبعديك هوتا نصفيها مرة واحدة بسم الله هكذا نعودها بشوية ماء وتقدم باردة وهذه هي السكر نادم حضرت هذه هي السكر نادم توابش نحطها في الدبوزة وتبعها نحطها في فريجيدر وتتقدم باردة سوف نعصر صوص ثوم ثم نضع الحلال سوف نعصر صوح ثم نروم بالإناراض خضرات السفر قِ machano هنا اخذت البطاطا قشرتها ونقسمها ونزيدها مع اللحمة المحشية كما نخطي لكم نجم ونعملوا مرقة زعرة. نقصوها قشينا شوية. فما لي يحب يقليها. لو لم يجيش رمضان كنت نقليها عبدي نجم يفطرها نص نهار مية بحكم تقوى في الليل. فهذا دينا حاجة بأقل الزيوت. اللي هني بتبيع ما نساوش البصل. بسم الله. طوى باش نحط ابرج البطاطا. اللي هني البصل. شوية زعطر زادة حتيت. حتنا. نحركهم اللي هني مليح. وارجحهم للفور اللي نكتيب عمنا البطاطا. بالنسبة لللحمة المحشية خيرت اني نخرجها. نعاوض نحطها في بابي كويسون اخر. وبعديك نلفها ونكبسها مليح بالبابي الليمنيون. كيز ما قلت لكم روما غير خيط حسيتها ما تكبست ليش بالجداء. اشتحب نوريكم الهنا باش تشوفوها وتفهموني. لمحار ريحتها الدو اخرى يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. هوا كيماريتوها. هنا باش نعاوض نحطها لفور اللي نحطها لفور اللي نحطها بجنب الكوكوت وكهو. ونجيو الكعبات البريك اللي هنه بديت حذرت الحشو. بتبيع مع دنوس وبصلوا بطاطا تكون طيبة. ولهنه عندي جبن. عندي طن. البريك اكثر نوعية جبني هو متاع الطن. بطبيعة روتنجمو تعملو بالحمة فروم. فما اقبل را اقبل كنا نعملو البريك بالسردينة زيدة. كما تحبوا. فما اللي يحب ما يحط فيه حد شي ما عندها يخليه جوزة جبن واعظم. ومع دنوس وبصل اكهو. هنا نحط لعظم. بطبيعة الخليط فوحته بملح وفلفل اكحل. بصباح. ومش نبدأ نعمل كعبات المرسوقة. بطبيعة هذه المرسوقة الدياري اللي سبقتها عملتها لكم في القناة. حضرتها اليوم الصباح. شوفوا لهنه كيف هي شطرية ولونها قداش محدة. بالحق يا جماعة الروسات هذية ما نبدل هاي الجملة اللي بصميت. بالحق يسر بنينة وديمو قرمشة على الاخر. بطبيعة لهنه باش نعمل كعبات مغليين وكعبتين اه مشويين. مشويين ما عمد هنحطهم في المطلة شيحة كما غير زيد. وقلة تنجمو الطيبون في الفور كيف ما تحضي. طوى تقريبا كل شيء يحضر عندي. لهنه بشي حضر هكي سليطة على سريع. المفضل عند الناس لكل هذي. سلطة باش نفوح بشوية زيت شوية فلفل اكحل شوية ملح وعسرة قارس. زيت زيتونة بالطبيعة. هنا نحرك بالكدير. ونخليها بجنب بصلاتة باش نفوحوها قليل تبدأ على الطاولة. بسم الله. هنا البطاطا متاعنا طابت كي مريت وليهنه زيتها جرنين فلفل في الاخر باش تفوحها. بسم الله. شوفوا تبار كلها وماشاء الله تعرفوا ذيب البطاطا. والريحة ما نحكي لكم شي يا جماعة نودكم ولا نشاهيكم. هنا هكي نخرجها بالسياسة. هنا بطبيعة رشا مع مصر الاخر. هنا جبدأت اللحمة المحشية مش نحلها. نرم الموت خليوها تبرد باش تصوحها بالجداء. اما انا على غالب لاني يمزالوا جسد الفائتين ويضمن المغرب. لازم نخصها حتى ولو سفونا. كي مريت وليهنه ما تسكرت ليش مليح. دونك جبخي فاغ نخليها تبرد شوي نهزها على الطاولة بعديكا طاوة ما تنقصوها. الله غالب خاطر ما عنديش الخيط لو جاي عندي الخيط رايتسكرت بالجداء بالجداء ما تتحلش جملة. بسم الله باش نحطها لهنين. لهنة نحب نقرب هيكم باش تشوفوها بالجداء. ما شاء الله هي من ريحة بصراحة ظهر الدوخ. يا سرفي وحالكو جينا لكل ريحة اللحم المحشية دي. ما يقلها غالب كي مريتو ما تسكرت ليش مليح ما كانش عندي الخيط. ما يسينون ننصحكم انتو ما ما توصلوا تعملوه اللي ما تكونوا متأكدين لعندكم خيط باش تتسكر لكم ليح. سينون قريب باش تتحل بطريقة هذية. خليني نحاولها تنحل لكم بسكينة هكا باش تشوفوها على الاقل من داخل وتفهموها. الحمد طيب زلدة. انضيغي مورسو قاتو. ما شاء الله. شنو رايكم? بالحق يا جميع ما تتفجعوش من المنظر متاحة. الله عالب انا زادا كنت حبيت انها جيني مسكرة مليح. لكن بالحق ريحتها بنينة على الاخر. يعني ننصحكم جربوها جزت يكون عندكم الخيط اللي بيش تسكروا به. شوفوا الهناي لونه متاع الفصدق والروز ولا آآ والسبناخ. حاصيلوا اكيد بنا عالميا. وهذه هم الابريكات متاعنا اللي قليناهم. هذو ما زادا حذروا. الاحلالة بتاعنا. كلها خضرة. كلها مع فهن. بتبيعة ما ننسوش سيترونادو بوست البوفري واللي حضرناها للصهرية. دونك هذه هي كانت اتبارتنا لليوم. شاء الله يربي تكون عجبتكم. بتبيعة ما تنسوش تخلو لي رايكم في كومنتر وتشاجعوني باللي لايك والبختاج. يا جماعة حبيت نشكركم الناس الكل خاصة للناس اللي قادة تبعتلي في التطبيقات متاحة. خاصة على السيران. بالحق رايقادة تصني تصاور واطباق روعة 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 بسم الله ما شاء الله عليكم. قديكم مش صنافات و قديش محلى كلمكم ومحلى ميساجاتكم. رب يفضلكم و رب يبارك لكم. ويخليكم لي. آآ وكهو دونك توا ما بقليك نخليكم على خير. بتبيعة بالنسبة لي زار القناة متاعي لأول مرة. ما تنساش تعمل اشترك في القناة وضغط على الجرس بجد ما يصلكم اجديد متاعنا. طوا ما زالوا دقيقتين والمغرب يبن شاية طيب الناس الكل. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة